المرحلة الثانية لسه ضمن المقدمة اللي هي Drug Receptor Interaction والPharmacodynamics يعني في عنا عنوانين في عنا Drug Receptor Interaction وفي عنا الPharmacodynamics على كلمة تعريف الPharmacodynamics معناها كيف بيأثر الدواء على الجسم يعني عكس الPharmacocontics الPharmacocontics كان كيف بيأثر الجسم على الدواء هون اللي راح نشوف التأثير من الدواء على الجسم مثل طريقة عمله وكيف يعطي المفعول تابعه والقصصها طيب في عندي سؤال بالنسبة لكم للحضرين معي اليوم وبتمنى الجاوب حدا منكم عنده فكرة لما نحنا ناخد دواء كيف بيعرف وين ما كان يلازم يشتغل فيه وبيعطي مفعوله يعني على سبيل المثال أي شخص ممكن يعاني من التهاب البلعو مثلا أو التهاب لوزات أو غيرها بيروح على الصيدرية بيشتري مضاد حيوي بيأخذ المضاد الحيوي غالباً حبوب عن طريق الفام ولا شي تحسن تمام كيف عرف الدواء مكان التهاب وشتغل عليه على سبيل المثال أو أي دواء ثاني على سبيل المثال عندكم فكرة عن الموضوع استنى مشاركتكم معظم الدواء بيروح على الكبد والكبد بيوزع المهام إجابة مش دقيقة أبداً لأن حتى الكبد ما رح يعرف أنه هذا الدواء اللي عنده تمام حتى الكبد ما رح يعرف أنه الدواء اللي عنده هو لوين مكان هو المفروض يشتغل يعني هذا لازم يشتغل على الكليه هذا لازم يشتغل لأي مكان ثاني عن طريق الدم بعد ما يتم انتصاصه طيب أدق فكرة أدق تمام بيكون ممكن يكون فيه مستقبلات خاصة إجزاكلي تماما طيب الفكرة أنه الدواء بحد ذاته ما بيكون عارف وين المكان يدوح عليه ما في عنا دواء ذكي لحد الآن هو في محاولات في دراسة على الموضوع حضر وفي عدي متوجهها إنما اللي بيصير في عنا أنه بينتشر الدواء بكل الجسم كل الجسم بدون استثناء أي نسيج بيقدر يوصله أو أي عضو بيقدر يوصله عن طريق الدم فهو بيوصله إذا لقى الريسبتور يلي بدي يتفاعل معه أو التارجت تبعه طبعا معظم الحالات رح يكون التارجت تبعنا الريسبتور لكن مش بمية بالمية رح يكون لنا الحالات إنه التارجت ريسبتور فلما يلاقي التارجت تبعه يتفاعل معه هالتفاعل هاض هالإنتر آكشن هاض هو يلي رح يكون مسؤول عن الفارماكولوجيك الأفكت أو التأثير الدواء إلى الدواء فهون شكل عام كونه معظم التارجت سابعنا رح يكونه رح يتعرف على خواص الريسبتور أنواع الريسبتور ومميزاتهم وبعدين رح نتعرف على تعريف المصطلحات العلاقة بالفارماكو دايناميكس وهان رح تصير المصطلحات رح نشوفها بالفارماكو دايناميكس خلينا نشوف لما نقرأ عن الدواء كذا دواء إكس على التعيين شو معنى مواصفاتهم نصير كل كلمة نشوفها فيه شو معناها لما يحكي أنه أغونست أو أنتاغونست أو بارشال أغونست أو غيرها نشوف شو شو معنى هالمصطلحات الدوائية هال فكل هالأشياء هالمفرون تعلمها في جابتر 2 إن شاء الله فبالتالي يقولنا أنه الدواء بيدخل على الجسم بيتوزع بالدم بكل أنحاء الجسم بأي نسيج بيلاقي التارجت تبعه أو الهدف يلي هو مخصص أنه يتفاعل معه عن طريق تفاعل كيميائي لأنه نحن بنعرف أن المركبات هي عفوا الأدوية هي مركبات كيميائية فبالتالي بتعمل تفاعلات كيميائية وبتعمل روابط هالأشي سميه التارجت تبعنا قلنا بمعظم الأحيان رح يكون ريسبتر فبالتالي لما الدواء يتعرف على الريسبتر تبعه اللي هو مصمم أنه يتفاعل معه بيرتبط مع الريسبتر بيعمل اكتيبيشن للريسبتر مثل لو شفنا هون بالفقر هاض لو كبرنا عليه الصورة شوي يكون في عنا الريسبتر الدرج لما يوصل للريسبتر يعمل نحصل على الاختيبيتد ريسبتر الاختيبيتد ريسبتر ببلش يعطي إشارات اللي بنحصل بنشوف هون في عنا إشي اسمه معنى تحكينا لما يجي الدرج يتفاعل مع الريسبتر تبعه بنحصل على اكتيبيتد ريسبتر يعني رح يصير في تغير بالريسبتر رح يحوله من الى اكتيبيتد بستيت هيك رح يصير اسمه بعدها رح يكون في عنا إشي اسمه هالإشي اللي هي الاستجابة الجسم لوجود الدور فبداية نحن بلش بي درج ريسبتر كوملكس يلي هي الحالة اللي بيكون مرتبط فيها للدرج مع الريسبتر وبتأدي الى تفعيل الريسبتر الى الاكتيبيتشن تبعه للريسبتر فبالتالي عشان نحصل على الاستجابة الحيوية البيوليكال ريسبونس اللي هي نرجة على شكل مختصر طيب بالنسبة الريسبتر ستيتس اللي هي حالات الريسبتر الريسبتر كونه بيبدأ بكلمة R بحرف R من الريسبتر أو المستقبل فبالتالي رح نرمزله بR لما نحكي عن بالحالة الغير فعالة رح يكون R لحالة بس يصير اكتف نرمزلها بR ستار فبالتالي الدرج لما يرتبط مع الريسبتر رح يحوله من الر اللي هي الان اكتف ستيت معنات وظيفة للدرج انه بيعمل اكتيبتر للريسبتر عشان نحصل على الاستجابة بدون ما يكون في عنا اكتيبتر ما رح نحصل على الاستجابة طيب لسه عم نحكي ريسبتر 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 في عنا عدة انواع من الريسبتر بالجسم بسموهم العائلات الرئيسية اللي هي العائلات الرئيسية وهاي في عنا رسمة بسطة لهم نوع الثاني جي بروتين كابول ريسبتر في عنا الانزايم لينكت ريسبتر وفي عنا الانترا سيولر ريسبتر بالنسبة للثلاث انواع الاواع واحد اثنين ثلاث اللي بيميزهم انهم موجودين ضمن السل ممبرين فبالتالي لما يكون في عنا الدرج موجود مقابل ريسبتر بدون ما يضطر يدخل الى داخل خلية للدرج ما بيحتاج يدخل الى داخل خلية لانه الريسبتر موجود على سطح الخلية الخارجي على السل ممبرين لهيك هذول الانواع الثلاث اللي هم الليغاند جيتد والجي بروتين والانزايم لينكت نسميهم ترانز ممبرين ريسبتر يعني مستقبلات عابرة للغشاء انها موجودة ضمن الغشاء بينما النوع الرابع والاخير من اسمه انتراسيلر ريسبتر فهو موجود داخل الخلية معناها الدواء او الدرج ما بيقدر يتفاعل مع الريسبتر الا حتى يعبر السل ممبرين ويوصل للسايتوبلازم عشان يدور على الريسبتر تبعه ويتفاعل معه يلي موجود داخل الخلية والسايتوبلازم تبع الخلية فهاي بالنسبة لطريقة التفاعل مع الريسبتر انه ممكن يكون الدراج ما يحتاج يدخل الى داخل الخلية خارج الخلية او ممكن يضطر يدخل الى داخل الخلية طيب خلينا بلش نتعرف عليهم بالتفصيل كل نوع شو في اختلافات بينه بين الثاني بالنسبة للنوع الاول هو الترانس ممبرين ليغند غيتد ايان تشانلز كلمة ليغند غيتد ايان شانلز غيتد معناها انه في عنا بوابات ايان شانلز معناها انه هاي البوابات تتحكم بعبور الايونات الى داخل الخلايا تسمح بدخول ايونات معينة الى داخل الخلايا لما يصيرها اكتيبيشن كيف يصير الاكتيبيشن بس يرتبط الليغند لح كلمة هي اي مادة ترتبط بالريسبتور وبتعمله اكتيبيشن من سميها بغض نظر هالمادة هاي كانت اندوجينوس ولا اكزوجينوس يعني ان كانت من داخل الجسم اساسية مادة طبيعية ولا كانت من خارج الجسم مادة جاية من الغذاء او جاية من دواء او غير فأي مادة ترتبط مع الريسبتور وبتعمله اكتيبيشن من سميها ليغند معناها القنوات اللي موجودة هون قنوات الايونات معينة مع الريسبتور عشان تعمله اكتيبيشن من هون ايجا اسمها ليغند قييتد ايان شانلز مثال عليها كأكزامبل في عنا الكولينيرجيك نيكوتينيك رسبتور بالنسبة لو دارسنا فسيولوجي وتذكرنا الفسيولوجي انا ركزت عن موضوع الفسيولوجي هي اساس الفارموكولوجي طب بالفسيولوجي تذكرنا انه فيك عن الوتونوميك سيستم اوتونوميك ناربس سيستم يلي بنقسم لنوعين لأدينيرجيك وكولينيرجيك لأدينيرجيك الريسبتور اساسيين منقسم فيهم لألف وبيتة والكولينيرجيك بنقسم لمسكرينيك ونيكوتينيك بالنسبة لالنيكوتينيك رسبتور هما من نوع لغند ديتد ايون شانلز فبالتالي تحفيز هالريسبتور هاي او الاكتيبيشن هالقنوات اللي موجودهون هاي بالنسبة لنوع الأول اللي هو الترانس ممبرين لغند ايون شانلز طيب بالنسبة للأكتيبيشن الريسبتور رح يصنل لأكتيبيشن لكن كنتيجة يا ترى هل دائما تفعيل هالقنوات هاي رح يأدي إلى حدوث اكتيبيشن ضمن الخلية نفسها مش بس الريسبتور الخلية كاملة ولا ممكن تكون اكتيبيشن او انهيبشن لا بقولك انه هاي رسيبتور ممكن تكون تعمل ممكن تعمل انهيبشن ممكن تكون انهيبتري او ممكن تكون سميولاتر على سبيل الميسال استيميليشن اف نيكوتيني رسيبتور باي اسيتال كولين رسول ان صوديوم انفلوكس ان بوتاسيوم اوت فلوكس جنراتي ان اكشن بتانشل ان يورون او يعني ارتباط الاسيتال كولين اللي هو مادة طبيعية موجودة من داخل الجسم يورو ترانزميتر ناقل عصبي ارتباطه مع النيكوتينيك رسيبتور رح يؤدي الى دخول شوارد الصوديوم صوديوم انفلوكس وخروج شوارد البوتاسيوم بوتاسيوم اوت فلوكس هالاشيه هات بيؤدي الى تحفيز الاكشيوم بتانشيل بالخلايا العصبية او الانقباضات بالخلايا العضلية فمعناته هون يعتبر استيميليشن اللي هي تحفيز لكن بالجهة الاخرى على سبيل المثال اغاني استيميليشن اوف غاما امينو بيوتريك اسد او اختصارا غابا ريسبتور اللي موجود بالسي ان اس كمان انكريز كلورايد انفلوكس بيزيد من دخول شوارد الكلور الى داخل الخلية شوارد الكلور تحمل شحنات سالبة مثل ما منذكر فبالتالي دخول الشحنات السالبة الى داخل الخلية بيؤدي الى حدوث hyperbolization hyperbolization او فرط الاستقطاب بيؤدي الى الانهيبشن فبالتالي الجابا ريسبتور يعتبر انه بس يصير الى اكتيبيشن بيؤدي الى دخول شوارد الكلور الى داخل الخلية يلي بتعمل hyperbolization يلي هو معناها عكس الى اكتيبيشن بتنشيل انها ما رح تنشأ جهد فعل فبالتالي ما رح يصير في عنا شحنات او تنبيه قصبة فبالتالي hyperbolization طبعا بالنسبة للقابا او بشكل عام بغض منظر امكان قابا او غيرها على سبيل المثال في عنا أي مخدر موضعي بتكون على شكل مثلا كريم او جل تنحط على الجلد على سبيل المثال وبتعطي تأثير مسكن الألم او مزيل الألم بالموضع فقط مطرح ما نحط تلوكلي فاللوكال الاناثتاتيكس كلهم يشتغلوا على هالإثهاد اللي هو انهم يشتغلوا على الليغان غيت اين channels طبعا بالنسبة للوكال الاناثتاتيكس بقولك bind to voltage غيت channels sodium channels inhibiting sodium influx and decreasing neuronal conduction معناته ارتباط الوكال الاناثتاتيكس مع الليغان دقيت اين channels بيمنع دخول الصوديوم إلى داخل الخلايا فبالتالي بيمنع حدوث الاكشب وتنشيل وبيقلل من نشاط الخلايا العصبية اللي هي بتنبهنا لوجود الألم طيب هاي النوع الأول النوع الثاني اللي هو transmembrane برضو لأنه موجود ضمن السيمembrane G-protein coupled receptor G-protein coupled receptor هان الريسبتور ما بيكون اشي بسيط بس مثل البروتين واحد بنشوفه بترتبط فيه الليغان بيفتح القناة اللي بتكون وجوده ضمن نفس البروتين وخلص خلص الموضوع لا الريسبتور هان بيكون شكل أعقد بحيث بالبداية ضمن الميمbrane السيمembrane بيكون في عنا الريسبتور بشكل أساسي والريسبتور ها بيكون فيه اتصال بينه وبين بروتين معين هالبروتين هاي اللي هون اللون الأزرق بنسمي G-protein اتصال لدرق أو الليغان مع الريسبتور والاكتيباشن يلي بيصير رح يأدي إلى حدوث تغيير بشكل الريسبتور هاي إذا شاف مثلا هم مثلها به الدائرة الصغيرة اللي هون يلي هي دلالة على جي بروتين مصنوع من ثلاث وحدات سبيونت سري سبيونت بنسميهم ألفة وبتة وقاما يلي بيحدث أنه بتة وقاما وظيفتهم هو تسبيت الجي بروتين بمكانه جنب الرسبتور بينما الألفة هي وحدة متحركة فنتيجة الاكتيبيشن بتحول الجي دي بي لموجود اللي هو الكوانيسين دايفوسفيت بتحول إلى جي تي بي بتحول على الانتقال من مكانه إلى مكان آخر عشان ينقل التنبيه إلى رسبتور آخر أو إلى بروتين آخر أو إلى تارجت آخر لا على التعيين حسب نوع الريسبتور أو حسب نوع الخلية اللي عم نحكي عنها فبالتالي هل تفاعل هذا بين الألفة سبيونت والبروتين الآخر أو التارجت الآخر تارجت رقم اثنين هو يعتبر نقل إشارة من الريسبتور الأساسي اللي هو الريسبتور إلى مرسال ثاني فهنا بيكون في عنا الإشارة ما بتنتج مباشرة عن تأثير الريسبتور وشارة نحصل الريسبتور تدخل عيونات ونحصل على أفكت مثل النوع الأول لا هون العملية رح تأخذ وقت أطول فلا يش لأنه بيكون في عنا الريسبتور للبروتين والبروتين ينتقل من مكانه إلى مكان آخر عشان ينقل الرسالة أو الريسبتور بعد زوال الاكتيبيشن بترجع الألفة الى مكانها ترجع ترتبط ببتا وقاما مثل ما كانت بالوضع الأول طيب كانوا تحدثنا عن الزمن بالنسبة للنوع الأول من الريسبتور زي ممكن نصينا نحدد هالنقطة هاي أنه فترة فعاليتهم الفترة اللي بيضلوا مفعالين فيها أو اكتيبيشن تعتبر يعني بضع أجزاء من الألف من الثانية من الثانية الوحدة بتقسمها إلى ألف جزء تأخذ شوية أجزاء من الألف هاي هاي ميلي سكن هاي فترة فعالية النوع الأول النوع الثاني الجي بروتين لا بيأخذ فترة أطول استمر عدة ثواني إلى دقائق مقارنة مع النوع الأول اللي هي الميلي سكن ففترة فعالية النوع الثاني تعتبر فترة أطول بكثير اللي هي عدة ثواني أو several seconds two minutes إلى بضع دقائق طيب برضو الجي بروتين كبلد ريسيبتور ممكن يكونوا ستميلاتري أو ممكن يكونوا إنهبتري يعني ممكن يعملوا إكسايتيشن ممكن يعملوا إنهبشن في منهم أنواع من سميهم جي أس و جي آي و جي كيو هاي ستعنواعه الرئيسيين من جي ريسيبتور جي أس و جي آي و جي كيو على سبيل المسال لو أجينا على الجي أس و جي آي كمون افكتور اكتيبيتد باي جي أس معناته جي أس تعتبر تعمل اكتيبياشن بينما انهبتد باي جي آي معناته الجي أس تعمل اكتيبياشن و الجي آي تعمل انهبشن لنفس لنفس الإشي المؤثلة لنفس التأثير للإفكتور اللي عم يشتغلوا بشكل معاكس طيب شو الإشي اللي يشتغلوا عليه على سبيل المثال بهالممثال هون كان في عنا الادنيل صايكليز الادنيل صايكليز بيصير له اكتيبياشن عن طريق الجي أس و انهبشن عن طريق الجي آي عشان يتحول إلى صايكليك A&B بينما الجي كيو بيعمل اكتيبياشن للفوسفيت لاي بيز سي فوسفيت لاي بيز سي بينتج عنه سكندري مسنجر أو مرسال ثانوي آخر نوعيا منهم في عنا الـ IB3 وال DGA الـ IB3 هي اختصار إلى إنوسيتول ترايفوسفيت والـ DEG هي DEG هي الـ Diceal Glycerol Diceal Glycerol فهي بالنسبة للنوع الثاني اللي هو G-Protein من قبل الريسيبتور معانتوا عنه الـ GS والـ GI هم عكس بعضهم الـ GS Activation G-I Inhibition لنفس الشي اللي هو الـ ADN-Cyclase G-Cube يعمل Activation للاسكندري مسنجر مختلف هو مش الـ ADN-Cyclase لا للـ IB3 و D-A-G بالنسبة للنوع الثالث من الريسيبتور أو العائلة الثالثة اللي هي الـ Enzyme-linked ريسيبتور الـ Enzyme-linked ريسيبتور المبدأ نوعا ما مشابه لمبدأ عمل G-Protein كابل الريسيبتور بحيث أنه ما رح يكون الـ Activation ضمن الخلية أو الاستجابة الحيوية ناتج مباشرة عن الـ Activation للريسيبتور لا الريسيبتور رح يعطي التنبيه لا إشيء ثاني موجود لكن بدأ ما يكون البروتين رح يكون الـ Enzyme هالمرة هاي والـ Enzyme رح يعمل Activation لـ Secondary Messengers وهما يكون مسؤولين عن الـ Activity أو الاستجابة الحيوية على سبيل المثال هون شكل الـ Enzyme-linked ريسيبتور شكل الـ Enzyme-linked ريسيبتور مصنوع من 2-sub-units في عنا Alpha و Beta نوعيا في عنا سنتين Alpha و سنتين Beta متصلين مع وحدات من التايروسين داخل الخلية معناته الـ Enzyme رح يجي من جهة Alpha اللي هي خارج الخلية والـ Activation رح يصير داخل الخلية عن طريق الـ Phosphorylation اللي هي ربط الـ Phosphor ربط جزية Phosphor أو Phosphate لـ Amino Acid اللي اسمه Tyrosine اللي هي عملية Phosphorylation هاي اللي رح يصير رح نطلع هون عليها على رسم أسهل معناته لما يجي الـ Enzyme يرتبط مع الـ Receptor رح يعمل Activation للReceptor الـ Receptor رح يعمل من سميها Auto Phosphorylation يعني هو نفسه بيكون مسؤول عن عملية Phosphorylation لجزء منه هالجزء هذ رح يكون مسؤول عن ربط ذرة جزية Phosphate مع التيروسين التيروسين رح تأدي إلى Activation لـ Secondary Messengers بخطوات عديدة أخرى وتتالي الخطوات رح يأدي حتى نحصل للبيجي Effect of Insulin معناها كما بدأ كما بدأ عام الثالث والثاني متشابهين من ناحية أنه بيصير في Activation للReceptor بيصير في تغير Confirmational Change بشكل الReceptor بيأدي إلى Activation of Secondary Messengers مرسال ثانوي وبعدها بعد عدة خطوات منحصل على البييوجي Effect البييوجي Effect طبعا في عندنا كثير أنواع منها الReceptor هاي من الانسلين ريسبتور أشهر مثال عليها الانسلين ريسبتور بتتصل بالنوع هاي والأنزيمات وبالنسبة لفترة عملها فهي تتراوح من دقائق إلى ساعات من دقائق إلى ساعات معناته عم تشوف أنه فترة العمل أو فترة Activation عم تستمر لفترات أطول بكثير من الفترات اللي شفناها قبل شوي بالنسبة لآخر نوع من أنواع الريسبتور اللي هو الـ Intracellular Receptor اللي هي قلنا عنها النوع اللي موجود داخل الزيتو بلازما داخل غشاء الخلية فبالتالي الريسبتور ما بيكون موجود ضمن غشاء الخلية ما بيقدر الليغند يتفاعل معه بدون ما يدخل إلى داخل الخلية فهي إشي مميز معناته أي لغند لازم يتفاعل معه لازم يكون عنده sufficient lipid solubility لازم يكون عنده الزائبية كافية ضمن الليبت حتى يقدر أنه يدخل إلى داخل الخلية معناته In order to move across the target cell membrane the legant must have sufficient lipid solubility حتى يقدر يوصل إلى داخل الخلية داخل الخلية يرتبط مع receptor غالبا receptors سيكون DNA أو RNA لكن DNA أكثر عن نحن كبشر طبعا وبعدها يكون مسؤول عن تأثيرات تمتد لفترات أطول فالنوع الرابع من أنواع receptors اللي هو intra cellular receptor فترة الفعالية تبعه رح تمتد إلى أيام رح تكون فترة الفعالية تبعه من ساعات إلى أيام على عكس البروتينات اللي شفنا على عكس الريسبتور اللي شفناها من قبل عنا عندت أمثلة على سبيل المثال في عنا التبيولين التارج is the target of anti-neoblastic batletaxel تبيولين هو اسم بروتي موجود ضمن الخلائب إذا متذكرين إن كان بالبيو أو إن كان بالبيولوجيا أو بأي مادة تعلمتها تبيولين هو أحد البروتينات اللي بتحافظ على بناء الخليلي اللي سميها structural proteins بتحافظ على structure تبع الخلية فضمن الخلايا السرطانية البروتينات بيؤدي إلى دعم هيكلية الخلية عشان تحافظ على حجمها لأنها تكون هي خلايا أكبر من الحجم الطبيعي لما يجي دواء معين مثل الباكليتاكسل اللي هو أحد علاجات السرطان لبعض الأنواع ويهاجمها البروتين هات رح يحطم لـ structure تبع الخلية فرح تبلش تتحطم من الداخل على سبيل المثال معانا لو ما قدر الباكليتاكسل يدخل إلى داخل الخلية يتفاعل مع التبيولين فبالتالي ما رح نحصل على الأفكت تبعه اللي هو أو التأثير المضاد للخلايا السرطانية على سبيل المثال يعني مثال آخر هالمره رح نشوف لما يكون تابعنا إنزايم مش بروتين زي إنزايم داي هايدروفوليت ريدكتيز يعني إنزيم اسمه داي هايدروفوليت ريدكتيز يلي هو بحول الداي هايدروفوليت إلى تترا هايدروفوليت يلي هي الشكل الفعال يلي بيستفيد منه جسمنا من الفوليك أسد فوليك أسد بشكل عادي فوليك أسد كأسد أو فوليت ما بيستفيد منه جسمنا لازم يصير لريدكشن أول خطوة بتحول إلى داي هايدروفوليت وثاني خطوة بتحول إلى تترا هايدروفوليت مع هادل الإشي الإنزيم هاد مش موجود نفس الشكل تماما عن كل أنواع الخلايا فبالتالي في عنا بعض الموضادات الميكروبية أو الانتيمايكروبية اللي هي الموضادات الحيوية مثل تشتغل عنها إنزيم هاد اللي بيعمل داي هايدروفوليت ريدكتيز طيب طبعا هادل إنزيم مش موجود ضمن خلايا الإنسان داي هايدروفوليت ريدكتيز لهيك لها الانتيبكتيريا لهاد ما بيأثر عليه ليش لأنه الخلايا البكتيريا بتصنع الفوليك أسد تبعها بينما نحنا كبشر خلايانا بتأخذ الفوليك أسد من خارجها من الخارج من الغذاء تبعنا من الديت تبعنا فبالتالي ما بيتأثر على تراكيز الفوليك أسد بشكل كبير مثل ما بيأثر على الخلايا البكتيرية هاد عامل من عوامل الانتقائية طبعا ليش ما بيضر الخلايا البشرية وآخر مثال هو الـ 50S subunit of bacterial ribosome طب الريبوزوم مثلا تذكروا هي الوحدة الأساسية والخلايا لبناء البروتينات مسؤولة عن بناء البروتينات ribosomes بتتكون من 2 subunits وحدتين ثانويات وحدة صغيرة وحدة كبيرة طبعا بيختلف أرقامهم وحجامهم بين الخلايا البكتيرية وبين الخلايا اللي موجودة عند البشر فبالتالي بالنسبة للوحدة الكبيرة منهم اللي هي نسميها 50S subunit اللي موجودة بالبكتيريا الريبوزوم هي بتكون تارجت للماكرولويد ماكرولايد أنتي بيتك سر ماكرولايد أنتي بيتك مثل الإيرسروميسن أو غيرهم الإيرسروميسن أو أزيسروميسن أو كليريسروميسن يهم أشهر ثلاث أجنس ضمنها المجموعة اللي هي الماكرولايد اللي هي موضات ذات حيوية تستهدف عملية تصنيع البروتين داخل الخلية البكتيرية فبالتالي شفنا الثلاث أمثلة على أدوية صح الأدوية أول مرة نسمع فيها ما منع فكسية عن طريقة عملها رح تمر معنا فيما بعض ضمن شباتر أخرى ضمن هالكتاب هات لكن كفكرة مبدئية شفنا أمثلة على أدوية تحتاج أنها تدخل إلى داخل الخلية الحية حتى تتفاعل مع التارق التباحة وتعطينا الأفكت معناته أي دوة من هالأدوية هون اللي ذكرناهم السلاس اللي ذكرناهم هون ما رح يكون إلو أي فعالية إذا ما قدر يدخل إلى الداخل الخلية عشان يتفاعل مع التارق التبع هاي بالنسبة لأنواع ريسبترز بتمنى إذا كان عندكم أي سؤال تشاركوني فيه إذا ما فيه عشان نكمل للفقرات اللي بعد بالنسبة ريسبترز بعد ما تعرفنا على أنواع ريسبترز فيهم خواص بشتركوا فيها كلهم اللي هي characteristics of signal transduction كلهم يعملوا نقل الإشارات اللي هي ريسبترز فشو خواص نقل الإشارات اللي موجودة بالجسم أول خاصية عنا إياها هي اسمها signal amplification اللي هي القدرة على تضخين الإشارة بحيث لو حكينا مثلا عن نجيب روتين كبل ريسبترز على سبيل النساء أو حتى الانزام لينكت ريسبترز الاثنين شفنا أنه الليجند بارتبط مع الريسبتر الريسبتر بيعني الاغتيبترز لسكندري ميسنجرز مرسالات ثانوية والسكندري ميسنجرز بتروح تتفاعل مع أكثر من تارجت ضمن الخلية فبالتالي السيجنال اللي بلشت من الريسبتر واحد رح يكون إليها تأثير أضخم رح تتفاعل رح تأدي إلى اكتيبترز لأكثر من تارجت اللي هي تتخيم الإشارة نسميها signal amplification لهيك على سبيل المثال ما اطلعنا على الريسبترز من نوع الجي بروتين أو enzyme linked ريسبترز شفنا أنه فترات مفعولهم مثلا من عدة دقائق إلى ساعات لكن هذا الاشياء ما بيعني أنه الليجند رح يضل مرتبط بالريسبتر عدة ساعات على سبيل المثال بدون ما يتركه لا مش ضروري ممكن يترك الريسبتر ممكن يترك المكان تبعه الليجند بروح يرتبط بريسبتر ثاني لكن الأفكت اللي ينتج عن الاختيفة تبع الريسبتر عن طريق السكندري ميسنجر داخل الخلايا هو اللي رح يستمر إلى عدة ساعات فبالتالي هاي تعتبر إحدى تأثيرات signal amplification أو تضخيم الإشارة الخاصية الثانية اللي هي العكس desensitization أو down regulation الليجند مع ريسبتر هو رح يعطي effect effect بيعني أنه في استجابة بالخلية استجابة مع طفل السفيع نفع آلية في عمليات حيوية تفاعلات وغيرها فالإشي هذا رح يستهلك من طاقة الخلية فما منقدر نخلي الريسبتر موجود دائما 24 ساعة بشكل مفاعل activated لأنه مرتبط معه الليجند معين والخلية عم تشتغل استجابة لهالإشي هات 24 ساعة على مدار اليوم كامل وطول فترة الأسبوع مثلا سبع أيام تصير فترة activation طويلة جدا بلش تنهك الخلايا وحتى ريسبتر استبعنا نفسها ريسبتر ومش بس الخلايا تنهك وتتعب فبالتالي عشان الجسم يحافظ على نفسه يحافظ على خلايا في عنده إشي يتفادى desensitization وdown regulation بالنسبة لتعريف كلمة desensitization وهي تخفيف حساسية الريسبتر بحيث أن الريسبتر بيظل موجود لكن بيفقد حساسيته لليجند معين فبالتالي ما تصير نحتاج تراكيز أكثر مثلا من الليجند أو من الدراج على سبيل المثال حتى ترتبط مع الرسيبتر زيلي فقدت حساسيتها السابقة حتى نحصل على الأفكت فهي عملية اللي هي فقدان حساسية الريسبتر من سميها desensitization العملية الثانية هي down regulation down regulation لا عن طريق الخلية بتخفض عدد الريسبتر اللي متاحين للتفاعل إما عن طريق أنها بتغير شكل بعض الريسبتر الموجودين على سطحها فبالتالي يبطل الليجند قادر أنه يتعرف عليهم ويتفاعل معهم أو عن طريق أنها بتبتلع هالريسبتر هاي بتدمرها وما بتصنع جديد بدالهم يعني إما بتحافظ على ريسبتر موجودين لكن بتغير شكلهم فما عادي قدر الليجند يتعرف عليهم ويعطي استجابة أو أنها بتقل العدد الريسبتر اللي موجودين على سطح الخلية وما بتصنع بدالهم فهذه العملية بنسميها Down Regression طبعا في بعض الحالات استجابة لعوامل معينة ممكن يصير في عنا العكس الخلية تزيد عدد الريسبتر اللي موجودين على سطحها ما تبيس هالإشي هاضي ما نكون عم نعطي Blocker Blocker هو إشي رح نتعرف علينا قدام هو إشي بيمنع الريسبتر أنه يشتغل لكن الخلايا بتعرف أنه الريسبتر موجودة على سطح حتى تشتغل نحن عنا نحن نحن لغاية علاجية لكن بالوضع الطبيعي هالإشي قد تشتغل فبالتالي الخلايا بترد بعملية Up Regulation اللي هي زيادة بعدد الريسبتر فبالتالي بصير في استجابة أكثر بالخلايا من الوضع الطبيعي بل حالة هاليا ما نكون عم نعطي Blocker فبالتالي بتصير بحاجة أنه نزيد جرعة ونفس الشي عن Down Regulation هو إش بتفاعل مع الريسبتر وبيعمل له Activation وصار عنا Down Regulation معناته نحن كاستجابة كردد فعل لازم نزيد جرعة الدو حتى نلجع نحصل على الاستجابة السابقة لكن بالنهاية الحالتين Desensitization و Down Regulation هما يعتبروا خاصيتين من خواص نقل الإشارة وظيفتهم أنهم يحمل خلايا ويحافظوا على فعاليتها بأفضل شكل ممكن طيب بعد ما تعرفنا على الريسبتر اللي هي قلنا عنها معظم الحالات رح تكون Target تبع الليجن تبعنا أو تبع الدراج رح نشوف Doze Response Relation اللي هي العلاقة بين الاستجابة والجرعة طبعا معظم الحالات بتكون الاستجابة هاي متدرجة Agreated Doze Response Relation بحيث أنه زيادة الجرعة بقابلها زيادة بالاستجابة إلى حد معين حتى نوقف عنها معناته graded those response relations but as the concentration of drug increase مع زيادة تركيز الدواء its pharmacological effect also gradually increase until all the receptors are occupied معناته متى من وصل إلى أقصى استجابة معينة لما يصيح في عنا تفعيل لكل receptors المتاحين للتفاعل وكتما نحصل على أقصى استجابة طيب لما نحكي عن receptor الواحد هاي خاصية تعلمناها بالفيسيولوجيا سابقا نحكي عن receptor واحد بس receptor واحد كجزيء واحد ملكيول واحد موجودة على تطحة الخلية الactivation تبعه بيتبع قاعدة none or all أو all or none اللي هي الكل أو العدم يعني إما يكون في تنبيح كافي إنه يفعله عشان نحصل على استجابة كاملة من هالريسبتور هات أو التنبيح غير كافي إنه يفعله يعني ما نحصل على استجابة بالنص طيب لما ننصي على مستوى نتيج كامل أو على مستوى عضو أو system كامل مش على مستوى receptor واحد جزيء واحد شو اللي بيصي ليش عنا اللي هي عم نحكي عن زيادة الاستجابة كل ما زدنا الجرعة ما نحصل على استجابة أكثر من الريسبتور نفسه لا نحصل على عدد الريسبتور اللي صار لهم تأكتيبيشن أكثر زيادة عدد الريسبتور الـactivated هو اللي رح يزيد الريسبونس مش زيادة فعالية الريسبتور نفسه لا زيادة عدد الريسبتور اللي صار لهم اكتيبيشن طيب في أحد المصطلحات المهمة جدا لما نتعامل مع الدو عشان قيس الفعالية تابعه عشان قارن مثلا بين دوائين من مجموعة دوائية معينة هو البوتنسي الآن البوتنسي اللي وجينا نترجمها بالعربي رح تيجينا تحت اسم مثلا الفعالية على سبيل المثال لكن الفعالية بالعربي لا يعني ما إلها ترجمة محدد لأنه كمان لما نتجه بعد شوية لما ننزل على الإفكاسي كمان رح تأخذ كلمة فعالية فبالتالي ما في تفريق كبير بينهم بالترجمة نحن بحاجة أنه نعرف التعريف الآن البوتنسي تعريفها هي التركيز اللازم من الدواء حتى نحصل على خمسين بالمئة من الاستجابة الحيوية يعني هون على سبيل المثال لو شفنا الخط الأحمر هو الكيرف تبع الاستجابة لدراج A الخط البرتقالي هو الكيرف تبع الاستجابة لدراج B بالمقارنة بينهم نشوف أنه التركيز على الX axis التركيز أو الكونسنتريشن من الدراج A يلي مطلوب حتى نوصل لخمسين بالمئة من الفعالية هو أقل من التركيز المطلوب من الدراج B حتى نوصل لخمسين بالمئة من الفعالية أو لو رسمنا العلاقة العددية رسمناها باستخدام اللوك على سبيل المثال مش باستخدام الكونسنتريشن بشكل باستخدام اللوك رح يتغير شكل كيف لكن رح أضل المعلومة نفسها إنه التركيز المطلوب حتى نوصل إلى خمسين بالمئة من الاستجابة للدراج A هي كمية أقل من مطلوبنا دراج B فبالتالي هون نعتبر أنه دراج A more potent نقول دراج A is more potent than دراج B طبعا كل ما كان للدراج مور بوتين كل ما كان أفضل بالنسبة لنا لأنه كمية دواء أقل داخل الجسم تعني side effects أقل بشكل عام فبالتالي إنت لما تحصل على استجابة معينة استجابة حيوية داخل الجسم باستخدام كميات دواء أقل فالإشي هذا يعتبر إيجابي على سبيل المثال لو إجينا على مثالين من أدوية الضغط في عنا الكندي سارتان والأيربي سارتان طبعا هذا الاسنين كانوا منته مقطع سارتان فهو من أي مجموعة أوكي معظمكم ما بيعرف حدا بيعرف من أي مجموعة دوائية هذو ولسه ما تعلمنا الإشارة أنا انتكت ما كان لازم أسأل السؤال هذا مش مشكلة إن شاء الله بس نخلص المقدمة رح نأخذ شابتر عن كمان أمثلة دوائية اللي هما كل نرجع كل أدري نيرجع وبعدهم إذا زاد معنا وقت رح يكون أول شابتر اللي نأخذه هو الهايبرتنشن اللي هو أدوية الضغط طب نضمن هالأدوية هاي في عنا دوائين على سبيل المثال التراكيزي العلاجي منه اللي بتعطينا إفكت علاجي كافي سيرابيتيك إفكت تتراوح بين 4 إلى 32 مليغرام الجرعة هاي سيرابيتيك دوز بينما لو إجينا على الاربي سيرتان فالسيرابيتيك دوز تبعها أو الجرعة العلاجية تبعها بتتراوح من 75 إلى 600 مليغرام فالإشهاد بيعني إنه سيرتان مور بوتن ذان الاربي سيرتان لما يكون للدراج مور بوتن معنى أنه نحن عم نحصل على إفكت أفضل باستخدام كمية دواء أقل فباتهي مفروض تكون أقل من ناحية النظرية لهذا نحن منفضل الأدوية تبعنا تكون قدر الإمكان عشان تقلل من كميات الدواء اللي حتدخل على الجسم وكمان مثلا لو كان دو رح يصيله ميتابوليزم لاخل الليبر على سبيل المثال وهي إحدى العمليات التي حكنا عنها المرة الماضية يكون في عنا كميات الدواء أقل عم تدخل بالجسم معنى أنه جهد أقل على الليبر هو يعمل عملية الميتابوليزم ما رح يحتاج نفس الجهد لما تكون كميات أكبر من الدواء فهي إيجابية البوتنسي وهي تعريفة معنى أنه التركيز المطلوب حتى نحصل على خمسين بالمئة من الاستجابة للدواء هي تعتبر البوتنسي طيب الاستجابة كاملة للدواء اللي هي أقصى حد من الاستجابة بوصل له هو اللي منسميه إفيكاسي الإفيكاسي هي يعني شدة الاستجابة بغض النظر عن الجرعة اللي بيحتاجها الجسم حتى يحصل على أقصى استجابة لكن ماذا بيوصل لأقصى استجابة معينة فهي إفيكاسي فلو طلعنا على الكيرب هون الفيقر هون دراج A يوصل إلى استجابة تقريبا 100% تقريبا دراج B كمان يوصل لنفس الرقم تمام فبالتالي دراج A ودراج B يعتبر لهم نفس الإفيكاسي لأنهم بيوصلوا إلى نفس نسبة الفعالية اللي هي البيولوجيك اللي هي 100% لكن لما نرجع لعند البوتنسي نشوف أنه لأ دراج A بيحتاج تركيز أقل من الدراج B حتى يعطينا فعالي فبالتالي دراج A مور بوتنس ذان دراج B معانا الإفيكاسي والبوتنسي مش مرتبطين ببعضهم البعض الإفيكاسي بتعتمد على النسبة النهائية من الاستجابة للدواء فمعناته ماذا من الدواء عم يوصل إلى 100% إن كان A أو B فبالتالي نعتبر لهم نفس الإفيكاسي البوتنسي بتعتمد على الكمية المطلوبة حتى نصح على الاستجابة هاي لو اتطلعنا على الدراج C على سبيل المثال فهو ما بيعطينا استجابة 100% استجابته أقل والبوتنسي تبعه أقل أعلى بكثير بحيث أنه يعني بحتاج كميات كبيرة جدا مقارنتنا بA حتى نحصل عن نصف المفعول تبعه 50% تبعه وأساسا هو ما بوصل 100% فلو قارننا معناتو الدراج A and B more efficient than C اللهم نفس الإفيشانسي وإلهم أعلى إفيشانسي من C بينما البوتنسي A رح يكون أعلى من B معناتو الدراج A is more potent than drug B but both show the same efficacy drug C shows lower potency and lower efficacy than A and B فها هي فكرة potency وال efficacy طبعا هذول مصطلحين مهمين جدا أنه نكون عارفين هم لما نتعرف على المجموعات الدوائية وخصصا من بلاش نتقارن بين أدوية من نفس المجموعة الدوائية potency وال efficacy مصطلحين مهمين أن نكون عارفين هم وإنميز بيناتهم عشان يساعدونا بالمقارن دون في بعض الأشياء لها علاقة بالحسابات والقصص هاي خلونا نمشي عنها عشان ما لها أهمية كثير الحسابات لأنه في مواد ثانية الحسابات فيما بعد طيب بالنسبة لطبيع التفاعل للدراج أو بشكل عام مع الرسبتر نحنشوف أنه في عندنا كثير أنواع من التفاعلات أول نوع من التفاعلات أو أول نوع من الدراج من نسميه الفول أغونيست شو معنى الفول أغونيست معناها أنه الدراج يرتبط مع الرسبتر وأنه بدروس الماكسما بيوجيك الرسبونس مميكس ذا رسبونس أو ذا اندو جينا صليين وان نحن نعرف أنه رسبتر زالي موجودة بجسم للأدوية عم تتفاعل معها هي مش رسبتر بس نواجدت بجسمنا عشان تضل قاعدة وتستنى الدواء لا في إلها مواد داخلية أساسا مصنوعة عشان تتفاعل معها هو أي دواء بيتصل معها الرسبتر هات وبيعطينا أقصى استجابة ممكنة بتحاكي أو بتشابه هيا مميكس بتحاكي استجابة الرسبتر للمواد الداخلية اللي مورودة داخل جسمنا أساسا فمثلا لما نحكي عن أدرينيرجيك أغونست مثلا معناها أغونست بيتفاعل مع الأدرينيرجيك ريسبترز يحاول أنه يرتبط فيهم ويعطينا أقصى استجابة ممكنة مثل لما يرتبط الأدريناليين بالأدرينيرجيك ريسبترز على سبيل المثال فهي معناها فل أغونست معناها لما نحكي عن دراج معين من أي مجموعة دوائية نحكي عنه أنه أغونست أو فل أغونست معناها أنه يعطي أقصى استجابة ممكنة فأي هو المرسومة بالرسمة بالخط الأحمر فل أغونست أنه تعطي أقصى استجابة ممكن حد مية بالمية نيجينا عن نوع ثاني للأدوية اللي هي البارشيال أغونست البارشيال أغونست بترتبط بالريسبتر وبتعطينا فعالية لكن ما بتوصل نسبتها الفعالية هاي لمية بالمية أبدا مهما زدنا جرعة الدواء ما بتوصل للاستجابة مثل ما نحن شاهدين هون بالخط الأزرق ما بتوصل لمية بالمية أكبر من صهر فعاليتهم لما يرتبط بالريسبتر تعطونا فعالية أكبر من صفر بط لس ذان ون لي هي 100% أو يعني مية بالمية معاتهم ما استجابتهم أعلى من صفر لكنها عقل من واحد ما بتوصل للواحد كامل يعني ما بيعطونا تأثير مثل الفول الأغونيست طبعا إلهم استعماراتهم دوائيا وإلهم كثير فوائد أنه يكون دواء بارتشال الأغونيست فما تفكوها أنه والله هي عيب بالدواء أنه يكون بارتشال الأغونيست ما يكون أغونيست لا إلو استعمارات وإلو فوائد بالعادة الرسبتور بيكون لو ما يرتبط فيه بيكون بالرست يلي هي الاناكتيبيت فبالتالي ما بيعطي أي مفعول ما بيعطي أي استجابة ما بيعطي أي تأثير بخلايا الجسم لكن في عنا بعض أنواع الرسبتور بتعطي تأثير معين فعالية معينة لو كانت بنسب قليل لكن إلها فعالية معينة بغياد بدون أي هي من ذاتها تلقائيا بتعطينا فعالية بنسميها فعالية داخلية منهم أساسا لما يرتبط بريسبتور فهو بيمنع حدوث الفعالية الذاتية وبيمنع أي اغونيست أنه يرتبط فيه ليش لأن رسبتور رح يكون مشغول رح يمنع ارتباط الاجونيست فبالتالي بتكون فعاية أنه بيمنع الفعالية من الريسبتور هاي الانبرس اغونيست بالوضع الطبيعي أو العادي الريسبتور اللي غير مرتبط بيدراج فهو ان اكتف واندار الريكوار 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 واندار اغونيست لأسيوم واندار مرتبط بالوضع الطبيعي الريسبتور محتاج إلى وجود لغاند أو اغونيست عشان يعمل اكتيبيشن ويعطي مفعول لكن في عنا بعض الريسبتور تظهر فعالية معينة بدون وجود اغونيست الانبرس اغونيست تجيب تمنح الاشياء فانبرس اغونيست unlike full اغونيست stabilize the inactive form and cause ر ست ت convert to R معنا ترتبط مع الريسبتور اي ريسبتور بحالة ال-R اللي هي ال-unactivated بيثبتها بمنع حيصيلها activation واي ريسبتور بحالة ال-R ستار اللي هي ال-activated بيحوله إلى ال-active وبيثبته الاشياء فبالتالي انبرس اغونيست تحب عن انترنسك اكتيبيتي less than zero فعالية الداخلية أقل من صفر لأنهم بنزلوا على رقم سالب لأنهم بمنعوا الفعالية اللي موجود من الريسبتور حتى بغياب اغونيست من ناحية نظرية نظرية فهاي بالنسبة لثلاث أنواع اغونيست نوع ربع من الأدوية هو ال-antagonist ال-antagonist هي المعاكس antagonist binds to a receptor with high affinity but possess zero intrinsic activity معنى هي بترتبط مع الريسبتور وكونوا لها high affinity تعريف ال- affinity هي قابلية الارتباط أو قوة الارتباط بين الدراج و الريسبتور على سبيل المثال أو هي بين ligand و substrate بين ligand و substrate قوة الارتباط بين قابلية الارتباط ونسميها affinity فبالتالي ال-antagonist بيكون لهم قابلية ارتباط عالية جدا مع الريسبتور بارتبط معهم لكن بيمنعوهم يصيرهم activation فمنسميهم antagonist معاته antagonist has no effect in the absence of an agonist but can decrease the effect of an agonist when present معاته لو عطينا antagonist لحاله على الجسم رح يعطينا الحالة أنه يعني ما في أي agonist مرتبط بالريسبتور رح يثبت الريسبتور على الحال ال-inactive بوجود ال-agonist لما ينوجد ضمن الجسم agonist و-antagonist مثلا على سبيل المثال ما يكون ال-agonist هو مادة طبيعية داخل الجسم اندوجينوس فيها دائما موجودة ونروح نحن نعطي دواء antagonist من خارج الجسم فهون رح يكون تأثير ال-antagonist أنه رح يخفف من فعالية ال-agonist ليش؟ لأنه رح يصير يقلل عدد الريسبتور المتاحين للتفائل مع ال-agonist طبعا مثل ما مثل ما ال-agonist كان لهم أنواع كان فيهم الفل-agonist ال-partial-agonist وال-inverse-agonist كمان ال-antagonist لهم أنواع في عنا ال-competitive antagonist في عنا ال-urreversible antagonist ال-allousteric antagonist وال-functional antagonism أو antagonist نتعرف عليهم الآن بنسبة ال-competitive antagonist معناها أنه ال-antagonist راح يتنافس مع ال-agonist على نفس موقع الارتباط راح يرتبطه بنفس الريسبتور وعلى نفس موقع الارتباط ضمن الريسبتور يلي هو البايندين سايت معناته اول خاصية أنه ال-antagonist هات بنافس ال-agonist على نفس موقع الارتباط و الثانية خاصية أنه نوع الارتباط بين الريسبتور وبين ال-antagonist بيكون reversible يعني قابل للعكس يعني ما بيضال مرتبط فيه بيكوبيل بيكوبيل بونز اللي هي الروابط القوية اللي ما بتنكسر لا بتكون روابط مؤقتة وبعدين ال-antagonist بتترك الريسبتور لحالة ضمن فترة زمني معين بتترك الريسبتور ال-antagonist هي بتتشارك مع اللي قولها بأنه ال-antagonist هون رح ينافس على نفس موقع الارتباط لكن الاختلاف رح يكون نوع الرابط بين ال-antagonist وال-receptor الرابط رح تكون هون irreversible غير قابل للعكس اللي هي بتكون كوبيلنت بوند معانتو irreversibly antagonist bind covalently to the active site of the receptor فبالتالي هون أي receptor برتبط مع irreversible antagonist رح تصير الرابطة الدائمة مادام الريسبتور موجود وفعال قابل للعمل فهو ال-antagonist مرتبط فيه بشكل irreversible منعه إنه يرتبط مع أي agonist آخر وصير لأكتيبيشن ومنعه يعطي مفعول فبالتالي رح يقل عدد الريسبتور المتاحين للتفاعل هاي بالنسبة للنوع الثاني الأول والثاني معاته بتشاركوا بإنهم الاثنين بيرتبطوا بنفس ال-active site أو ال-binding site يلي بيرتبط فيه ال-agonist ال-allosteric antagonist هون ال-antagonist رح يرتبط بنفس ال-receptor تبع ال-agonist لكن بموقع مختلف ب-binding site مختلف ارتباط ال-antagonist مع ال-receptor بشكل ال-allosteric رح يؤدي إلى تغير شكل ال-receptor فبالتالي بصير ال-agonist غير قادر على ارتباط فيه الموقع تبع ال-arotibاط ال-binding site رح يبين أنه خالي أنه فاضي أنه ما حدا يجيش شغل هالمكان هذا لكن شكل ال-binding site رح يكون مختلف فبالتالي ما بيقدر ال-agonist يتفاعل من ناحية تأثير وجود ال-agonist بالنسبة لل-competitive لو زدنا تركيز ال-agonist رح يفوز على ال-antagonist لو زدنا تركيز ال-antagonist رح يفوز معنا تقول اللي منزيد التركيز رح يفوز حتى لو كان ال-antagonist موجود بالأول ال-competitive antagonist دخل بالجسم بالأول لو رجعنا نحن فيما بعد زدنا تركيز ال-agonist المادة اللي فعالة رح يرجع نحصل على الاستجابة فالإشي هاض يعني أنه ال-competitive antagonist رح تأدي إلى زيادة ال-ec50 اللي هي التركيز المطلوب effective concentration المطلوب حتى نحصل على الاستجابة 100% لكن ما بتأثر على ال-e-max ما بتحصل على ال-e-thikasi يعني أقصى استجابة بيعطيها ال-agonist اللي كانت تتوصل لـ 100% ما رح يأثر عليها صح رح نحتاج جرع أكبر مثل ما شفنا المقارنة بين A و B على سبيل النساء قبل شوي خلينا نرجع لهم درق A و B صح درق B رح يحتاج جرع أكبر لكن رح يعطون الاستجابة بالنهاية رح يوصل لنسبة 100% ونفس الحالة بتصير لما يكون في عنا competitive antagonist رح نضطر نزيد تراكيز ال-agonist إذا بنا نحصل على استجابة ممكنة لكن الاستجابة ما رح تتأثر بينما لما يكون في عنا irreversible antagonist لا هون القصة رح تكون مختلفة يعني خلص ال-receptor اللي تفاعل معه ال-antagonist رح يكون تفاعل هات irreversible غير قابل للعكس فحتى لو زل التراكيز ال-agonist ما رح حصل على استجابة فبالتالي competitive antagonist ترديوز لو تنسيل ال-ec50 لكن ال-non-competitive antagonist اللي هي irreversible reduce agonist efficacy معناته بتقل ال-e-max اللي هي ال-efficacy ليش لأنه معه يقدر ال-agonist يوصل لاستجابة 100% لأنه عدد ال-receptors المتاحين للتفاعل بطل كافي حتى نصل على استجابة سابقة طبعا هاي الخاصية اللي هي تقليل ال-e-max مشتركة بين irreversible وال-allosteric طيب ليش اللي هي بشاركنا مع irreversible ال-reversible عرفنا لأنه ال-legent هون أو ال-antagonist ما عم يتركوا ال-receptor ما بيتركوا ال-allosteric بسبب أنه بخلي ال-agonist غير قادر على الارتباط مع ال-receptor أبدا لما طوله موجود فبالتالي زيادة تركيز ال-agonist ما رح تأثر لأنه ال-receptor غير صالح للارتباط أساسا حتى لو زادت التركيز أما ال-competitive شفنا أنه لو زدنا التركيز تبع ال-agonist لأنه نرجع نحصل على الاستجابة من أول وجديد ليش؟ لأنه اسمه ال-competitive تنافسي يعني كأنه مجموعتين الأشخاص بتنافس والمجموعة اللي عددها أكبر رح تفوز بالنهاية بينما بالحال ال-reversible واللوستيرك زيادة التركيز ما رح تأدي إلى استعادة الفعالية من أول الجديد فبالتالي رح يكون في عندنا انخفاض بال-Emax اللي هي الفعالية القصوى أو بالنسبة لآخر نوع من أنواع ال-antagonist هو ال-functional antagonism فالحال هاي ال-agonist وال-antagonist ما بيرتبطوا بنفس ال-receptor أبدا بحيث أنه التأثير أو التعاكس رح يحدث من نتائج تفعيل ال-receptors على سبيل المثال قولك عن an antagonist may act at a completely separate receptor على نوع مختلف تماما أو منفصل من ال-receptors initiating effects that are functionally oppose those of the agonist معناته بفعال سلسلة من الاستجابات معاكس لتأثير ال-agonist معناته هون رح يكون التعاكس عن طريق التأثير بالجسم مثل المثال اللي بنشوفه بحالة ال-antagonism بين الإبنفرن والهستامين الهستامين برتبط بـ-receptors اسمهم histamine receptors أشهرهم ال-H1 receptor اللي هو مسؤول عن الحساسية فبالتالي خلال تفاعل التحسسي رح صار في عنا bronchial construction أو انقباض بالعضلات الملساء اللي موجودة بالقصبات الهوائية بيجي بيجي الابنفرن اللي هو الادرينالين برتبط بـ-adrenergic receptors اللي موجودة بالقصبات اللي هي البتا adrenergic receptors beta 2 adrenergic receptors وبتكون النتيجة أنه ال-activation تبع البتا 2 رح يعاكس ال-activation تبع ال-H1 ويؤدي إلى توسع القصبات معناته هون التعاكس أو ال-antagonism حدث عن طريق تفعيل 2 receptors مختلفين الأغونست الأول كان الهستامين كان agonist لل-H1 receptor والأغونست الثاني أو ال-functional antagonist كان عبارة عن ابنفرن اللي هو بيرتبط بيموجود بالعضاء الملساء للقصبات الهوائية ويؤدي إلى حدوث توسع للقصبات عكس تأثير الهستامين طبعا هذه الحالة this functional antagonism is also known as physiological antagonism كون العملية تحدث بجسمنا بوضع طبيعي كون حكينا عن الهستامين والابنفرن والثنين مواد موجودين داخل جسمنا بالوضع الطبيعي فبالتالي التعاكس بيناتهم هو منسميه تعاكس طبيعي أو physiological نحن نعرف أنه الphysiology هو دراسة علم الأعضاء بالحالة الطبيعية فبالتالي التعاكس بين هدول ويعتبر تفاعل طبيعي بالجسم فيعتبر physiological antagonism في أي سؤال على أنواع الagonist أو antagonist قول ما نكمل ياريك إذا في أي سؤال شارقونا في ياريك طيب يبدو لي ما في أي سؤال خلينا نكمل بالفقرة الأخيرة من هذا الشابتر هذا اللي هي الquantal those responsible relationship هون منشوف علاقة الكمية تبع الدواء بالاستجابة لا مش دايما زيادة تركيز الدواء رح يعطينا زيادة بالاستجابة فبالتالي نحصل على تأثيرات إيجابية لا في عندنا إشي اسمه therapeutic index أو أحيانا بيدروها بي therapeutic window نفس الشي therapeutic index أو therapeutic window تعريفها هي الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة من الدواء لأنه أي دواء منزيد جرعته فوق الجرعة المقبولة فوق الجرعة العلاجية بحد معين منوصل إلى التركيز السامة من سمية بحيث أن بتعطي تأثير ضار بالجسم بدون ما نحصل على استجابة كافية تعاكس هالضررهات على سبيل المثال فالفرق بين الجرعة العلاجية أو الفعالة يسميها effective dose أو therapeutic dose والفرق بين الجرعة السامة يسميها toxic dose هذا الإشي هو اللي يسميه therapeutic index therapeutic index تنحسب عن طريق تقسيم TD50 على ED50 TD هي toxic dose 50% يعني نص الجرعة السامة على ED50 اللي هي الجرعة اللي كافية أنه تعطينا 50% من الفعالية فبالتالي أنه قسمنا نص الجرعة على نص الجرعة لكن هون نشوف الرقم اللي بعطينا التأثير السام تبعده toxic dose بينما هون effective dose التأثير العلاجي ما تزال تي آي اللي هي therapeutic index is a measure of drugs safety يعني كل ما كبر الرقم تبع therapeutic index يعني كل ما كبر الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة والإشي هاض يعتبر مرغوب بالنسبة أنه يكون الدوائلو منسميها large therapeutic index أنه فرق كبير بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة because a larger value index اللي هي بتعني إنه في عنا wide margin between doses that are effective and doses that are toxic معنا تكون في عنا هامش كبير أو فرق كبير بين الأدوية اللي بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة طيب خلينا نشوف مثالين بشكل علاج مثالين كأسماء أدوية على therapeutic index أول مثال رح نشوفه هو narrow therapeutic index أو نسميها small أو small therapeutic index اللي هو warfarin warfarin هو معروف مميع للدم الفرق بين جرعة العلاجية وجرعة السامة قليل جدا فبحيث لو شوفنا على curve هون ممكن تعتبر هي للwarfarin الخط الأخضر هو therapeutic dose الخط الأحمر هو toxic dose النسافة بينهم قريبة جدا فلهي نعتبر small therapeutic index بينما لو اجينا على مثال آخر اللي هو البنسلن البنسلن اللي هو المضاد الحيوي القديم اللي من مجموعة البتالاك تعتبر تعتبر تسميها large therapeutic index يعني فرق كبير بين المسافة بين الخط الأخضر والخط الأحمر وحنشوف هنا أكبر بكثير من المسافة الموجودة عند الwarfarin فبالتالي هون نشوف أن الدواء السيتي تبعه أعلى لأنا بقدر أزيد الجرعة بأمان أكثر وأنا ضامن أنه زيادة هالجرعة ما رح توصلني للتأثيرات السامة فهي الفرق بين small therapeutic index والlarge therapeutic index طبعا كون الwarfarin small therapeutic index ما بيعني هالإشي هذا أن الwarfarin صار دواء سيئ وما رح نستعمل نحن للمرضى أبدا لا بالعكس بيضل دواء مهم لعلاج كثير من الحالات المرضية ونحن منستخدم مازال مستخدم لحد الآن بالسوق وحد أكثر الأدوية وميعة بالدم مبيعا ليش كونه رخيص تكلفته رخيصة على المريض فبالتالي سهل جدا لنوصفه وفع عاليته مضمونة كمان الwarfarin فبالتالي مع أخذ بعين الاعتبار أنه narrow therapeutic index أو small therapeutic index فبالتالي لازم نعطيه الميض بحذر نأكد عليه الجرعة تكون مناسبة للجسم ما يزيد الجرعة ما يصير في مثلا أنه يأخذ الحب مرتين لو شك بأنه جرعة مش ماخذها لا ما يأخذ مشال ما يصير في عنده الخطر أنه يأخذ الجرعة مرتين على سبيل مثال هو مش منتبه كلها التنبيهات هاي نعطيها لكن بضال الwarfarin دواء فعال بينما لما نتعامل مع دواء مثل بين السلم إلا خلصنا التشابتر وعن كالعادة بكل نهاية التشابتر في بالكتاب في عنا study questions هي بتكون عبارة عن أسئلة محطوطة من الكتاب عن فقرات درسناها المفروض بيكون في إجابات وبالنهاية هون المستطيع من لاحظ أنه في عنا الإجابة الصحيحة مع التعليل ليش هي الإجابة الصحيحة شو الفرق بينه وبين إجابات الخاطئة مهمة عن أي شي ما شرح نامت لأنه مرينا بسرعة نوعا ما على هذا تشابتر هاد ما وقفت لكم كثير عند المصلاحات النظرية فممكن تكون هالإشي هون الأسئلة هاي ليست طادي consensus ممكن تكون شي مفيد لكم و خلصنا اليوم مرحب لكم تشابتر جديد خذونا نوقف هون تشابتر واحد بكفي ونفتح المجال لأي سؤال أو أي استفسار عندكم بالتوفيق إن شاء الله بتمناكم كل التوفيق بس ننزل محاضرة على اليوتيوب بشارك لكم الرابط على المجموعة ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله السلام عليكم